جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شقيقة تم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمني والخير والبركات كما جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك دعينا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمني والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالرفعة والسؤدد وجرت اتصالات هاتفية بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من أخيه صاحب السمو الملكية الأمير مقرم بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية تم خلالها تبادل التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمني والخير والبركات